موسيقى عزائي المشاهدين مرحبا بكم في درس فلسفي جديد درس نستأنف فيه النظر في مسألة الإنية والغيرية ضمن حصتنا الثانية التي خصصناها لهذه المسألة كنا قد رأينا في الحصة السابقة علاقة الإنية بالغيرية من خلال وضع أول هو وضع التداخل بين الحدين وسنخصص هذه الحصة للنظر في وضع ثاني هو وضع التخارج بين الإنية والغيرية أو الحديث عما نسميه بالغيرية الداخلية الخارجية عفوا لذلك اخترنا كعنوان لهذه الحصة الإنية والغيرية أو الإنية والغيرية الأنا والآخر من ثنائية الذات والموضوع إلى البينذاتية ربما يحسن أن نتوقف عند دلالة عبارة البينذاتية في الأصل القصد منها هي العلاقة بين ذات وذات أخرى أو بين ذاتية وذاتية أخرى وقد يستحسن البعض بأن يترجم هذه العبارة وهي العبارة الفرنسية بعبارة التذاوت أو كما نترجمها هنا بعبارة البينذاتية هذا الأفق الثاني سنحاول أن نتبين من خلاله أهم الإشكاليات التي تثيرها علاقة الإنية بالغيرية من خلال استحضار الغير بوصفه آخرا إنسانيا وليس آخرا طبيعيا أو شيئا من الأشياء فقد كان أو قد كنا رأينا في حصة سابقة أن السؤال عن ما هي الإنسان قد كشف لنا قصور المعرفة المباشرة التي كانت استجابة لنداء تاريخي قديم هو نداء سقرات عندما قال أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك قلنا كان السؤال عن ما هي الإنسان قد كشف لنا قصور المعرفة المباشرة بالإنية ومحدوديتها في تلبية مطلب معرفة حقيقة الإنسان وهو ما حملنا على الانفتاح على أفق الغيرية بحثا عن صورة لإنيتنا تكون أكثر واقعية ولعل هذا ما يدعون الآن إلى السؤال مجددا عن حقيقة الإنسان ضمن بعدي الإنية والغيرية سؤالا يستفزنا في الواقع للوقوف على دلالة الحدين وللتفكير في شكل أو طبيعة العلاقة التي يمكن أن تصل أو تفصل بينهما البحث في الأسئلة التي قد تثيرها علاقة الإنية بالغيرية يدفعنا إلى سؤال أول هو ما معنى أن أكون أنا أو أن أكون غيرا وهل بالإنية يتحدد وجود الأنا وبالغيرية يتحدد وجود الغير أم أن الوجود البين ذاتي هو الذي يحدد كليهما ما معنى أن أكون أنا أو أن أكون غيرا أي هل يمكن أن أكون في أي صورة من الصور دون أن يكون للغير حضورا في نحتها أو في رسم ملامحها فهل أكون مثلا أبا بدون أبنى أو هل أكون أستاذا بدون تلاميذ بمعنى آخر هل الإنية تتحدد في علاقتها بذاتها أم تتحدد في علاقتها بالغيرية كأفق تستشرف أو تستمد منه دلالتها ثم هل ينبغي النظر إلى الأنا من خلال الإنية وللغير من خلال الغيرية أم أن صورتيهما لا تكون صادقة إلا بمقدار ما تكشف عنه من تناظر يعكس ما هو إنساني فيهما معا لكن أين تكمن الغيرية هل في العلاقة مع الغير أم أنها تتقدمها أي هل يمكن الحديث عن إنية أو غيرية دون استحضار ماض يحمل معه رواسب النوع والتاريخ فيثبت الهوية ومستقبل مشحون بانتظارات أو طموحات أو حتميات تعيد تشكيل هذه الهوية سؤالنا الأخير هذا في الأساس يريد أن يتبين هل أن فعلا طرح مشكل العلاقة البين ذاتية بين الأنا والآخر لا يتم إلا على مستوى اللقاء المكاني على مستوى لحظة الحاضر أم أن للزمن وضع آخر أو أفق آخر قد يتيحه لنا لنفهم الأنية والغيرية على نحو لا يتيح لنا بعد أساسا المكان ونعني بذلك علاقة الأنية بالغيرية ماضيا وحاضرا ومستقبلا إذن هنا لنفكر في هذه العلاقة بين البين ذاتية يستدعي الأمر مننا أن نتوقف عند دلالة الحدين أعني بذلك ما الأنية أولا أو ماذا نعني بهذا المصطلح الذي استحذره الفلاسفة كما استحذره اللغويون من خلال بعض الدلالات منها أن الأنية أو عبارة إبسيتي في الفرنسية تشير إلى وجود الشيء إلى وجود الشيء وإلى فعل إثبات تحقق هذا الوجود عينيا وقد ورد في كتاب الألفاظ للفرابي ويسمى ذات الشيء إنيته وكذلك أيضا جوهر الشيء يسمى إنيته فإننا كثيرا ما نستعمل قولنا إنية الشيء بدل قولنا جوهر الشيء فنستنتج من هنا أن الإنية ترادف الماهية والجوهر والهوية لكن هل أن هذا المعنى هو الذي يمكن أن ينطبق أو ينسحب على الإنسان عندما يتعلق بالحديث عن الأنا هنا نقول أنه إذا تعلق الأمر بالإنسان فإن إنيته هي ما به يكون إنسانا أي قادرا على الإفطلاع بما يخترق وحدته من كثرة إذا كان هذا هو المعنى الذي نريده أو نقصده بالإنية فما دلالة الحد الثاني يعني بذلك ما الغيرية أو من هو الغير بالنسبة لنا في مثل هذه المقاربة الغيرية وما يقبلها في الفرنسي عبارة التيري تي كون كل من الشيئين غير الآخر ويقابله العينية فالغيرية هنا تعرف بالتمايز والاختلاف والتبايع وإذا كان الغير أوتروي في اللسان الفرنسي يشير إلى الشخص الآخر إلى الأنا الآخر إلى إنسان غير أنا فإن الآخر لوتر يشير إلى أي شخص غير مثل ما قد يشير إلى أي شيء آخر يعني أن هناك فرق بين الآخر وبين الغير في اللسان الفرنسي فهل هذا الفرق موجود في اللسان العربي؟ في اللسان العربي لا فرق في الواقع بين الغير والآخر بالإضافة إلى أن الآخر عند العرب يشير فقط إلى أحد اثنين دون أن يعني ذلك أن بينهم اختلافا أو بالأحرى تناقضا أي تكثر كمي أو عددي بمعنى أن عندما أقول آخر الشيء أو آخر الإنسان فهو طرف ثاني أو ذات ثانية ولا نعني بذلك أن يكون بينهم تناقضا أو تقابلا أو تعارض بأي شكل من الأشكال إذا كانت هذه دلالة الحدين فأي علاقة يمكن أن تقوم بين الإنية والغيرية؟ هل هي من قبيل التقابل علاقة ذات موضوع؟ أم هي علاقة تناظر تستوجب أن يكون أو أن تكون الإنية ذاتا كما أن تكون الغيرية ذاتا أو نتحدث عن علاقة كما قن سلفا بين ذاتية؟ كانت تقابل إذن أو قلنا إذا كانت تقابل بين الإنية والغيرية في الخطاب الفلسفي الأفلاطوني قديما والديكارت حديثا وبينهما خلال الفلسفة الوسيطة قد جعل الغير يحتل منزلة عرضية أنتولوجيا وظنية إبيستيمولوجيا وقد سلف أن أشرنا أساسا إلى هذه النقطة في الحصة السابقة عندما بينا أن الغير كان موضوعا مشكوكا في وجوده لدى ديكارت أو عرض زائف مثل ما هو شاء لدى أفلاطون فإن المراجعة النقدية لحدود الذات المفكرة في خطاب فلسفي وجد في النقد شرطا لانفتاحه وتطوره وفي الإطلاع بتكثر الوجود مهمته الرئيسية بيّنت أن إثبات الإنية هو في ذات الوقت إثبات للغيرية فقول أنا لا يستقيم ما لم يسلم بأنه يتوجه إلى أنت أو أنتي كما ذهب إلى ذلك بنفينيست في تشخيصه لمكونات تجربة التواصل وما يتخللها من ازدواجية تقاطب الأنا والأنت هذه النقطة تستوقفني لتوضيح بعض الملاحظات وهو أن العلاقة التواصلية أو علاقة الأنا والأنت في تقدير بنفينيست لا تستقيم إلا بثلاث آليات رئيسية هي على التوالي آلية التبادل وآلية التقاطب وآلية التضاد وعندما نقول التقاطب أي لا يمكن أن يتحدد فعل الكلام أو مضمون الكلام بقدرة الذات المتكلمة أي المخاطب وإنما أيضا بالطرف الثاني المستهدف وهو المخاطب بحيث يختلف قولي أو كلامي مع شيخ ومع طفل صغير فهذا قولنا أو هذا ما نقول عادة لكل مقام مقال ثم عندما نقول التبادل كآلية من آلية التواصل أو كعلاقة بين ذاتية تستوجب أيضا المراوحة بين الصمت والكلام فكل منا يتكلم ليصمت ويصمت ليتكلم ثم عندما نقول التضاد أي لا يمكن لذاتيتين أن تمارس أو تنخرط في فعل الكلام في آنا واحدا معنى ذلك أن الأول إذا كان يتكلم فالثاني هو الذي يصمت وإذا تكلم الثاني بطبع الحال يكون أساسا الأول هو في وضع الصمت وفضلا عن هذا أنا لا أملك إدرك نفسي كموجود إلا من حيث أني أدرك نفسي مختلفا عن الآخرين أي أني غيرهم إذن في الحالتين هنا نتبين أن حضور الغير هو حضور ضروري لوعينا بذواتنا أو لإثبات أنياتنا ولتحقق هذه الأنية لكن إذا كان هذا الاعتراف أمرا لازما فهل يكون قد اتخذ وضعا واحدا في الواقع لم يتخذ هذا الاعتراف بوجود الغير بوصفه ذاك الأنا الذي ليس أنا شكلا محددا ونهائيا فقد تراوحت العلاقة البينذاتية بين الصراع كما تمثلته الهيجلية في جدلية السيد والعبد والموضع كما رسمتها وجودية سارتر وهي تستحذر الآخرين بوصفهم جحيما والتعاطف الوجداني كما عبرت عنه في نومينولوجيا ميرلو بونتي وهي ترى في رفض التواصل ضربا من التواصل فالاعتراف بالغير في نطاق علاقة بين ذاتية يبدو أنه لم يكن ذا وجه واحدا وإنما ذا وجوه متعددة والعلى هذا ما يدفعنا أو ما يحملنا على السؤال التالي وهو ما وجه حاجتنا إلى هذا الغير أي هل نحن من قبيل أو في وضعا من الضرورة التي تملي علينا أن ندخل في علاقة بين ذاتية معه أم أن وجوده في حياتنا هو وجودا هو وجود اختياري ما وجه حاجتي إلى الغير قد أكون بحاجة إلى الغير لأنه من طبيعة الإنسان أن يرغب في الشرف حسب هوبس غير يدرك علو مقامي فملاقات الغير تعكس أعمق ما في الطبيعة البشرية هي الرغبة في السلطة لتوضيح هذا الأمر نقرأ في فلسفة هوبس نوعا أو ضربا من الأنتروبولوجيا الفلسفية التي لا تنظر فيما هو كان وإنما تفترض ما كان وتشرع لما ينبغي أن يكون وافتراض ما كان قاد هوبس إلى أن يرسم للطبيعة البشرية طبيعة ذئبية يقول فيها الإنسان ذئب للإنسان أو لأخيه الإنسان وفي هذا تكون الإنسانية قد تحددت قبل لحظة اللقاء أو قبل تشكل علاقة بين ذاتية وهي فرضية قد تلقى عددا من الاعتراضات من قبل الفلاسفة ثم أيضا بالنسبة لهبس همه أو ربما رهانه الأساسي هو أن يفسر لنا أوجه الصراع بين الإنسان والإنسان وأن يعيد ذلك إلى مسألة اللذة وعلاقتها بالرغبة وأساسا الرغبة في السلطة لذلك قد تكون لنا المناسبة لاحقا في بيان أساسا هذه المقاربة من خلاله التصور الذي يعطي للسلطة دورا أساسيا في العلاقة البين ذاتية لكن ما حاجة لغير يعترف لي بإنسانية لا يكون فيها وجوده شرطا ضروريا أي ما حاجة لغير يعترف لي بإنسانية هي متحقيقة سلفا ولست بحاجة أساسا إلى تحققها أو إلى زيادة تحققها هذا السؤال يكشف لنا حقيقة أن الرغبة في السلطة هي في النهاية رغبة في الآخر لأن السلطة هي سلطة على الآخر بما هو مكون لإنسانيتي فالغير بمثابة مرآة تقول لي من أنا وتكبر قيمة هذه الشهادة في نفسي كلما صدرت عن طرف رفيع المنزلة أن يقترب من منزلة الذات دون أن يضاهيها مرآة الآخر ضرورية حتى لا يكون وعينا بذواتنا مجرد وهم فمن ذا الذي يميز مثلا مجنونا يعتقد نفسه ملكا عن الملك ذاته إنه الغير حتما الغير الذي لا يعترف للمجنون بما يتوهمه إذن هنا عندما نتحدث عن أن الرغبة في الغير أو الرغبة في السلطة هي في النهاية رغبة في الغير هذا يعني أني لا أكون إنسانا إلا إذا كان هناك غير يمنحني صفة الإنسانية حسب هيجل فهل أن انتزاع هذا الاعتراف أمر هين إذا كان الأنا والآخر يرغبان فيه معا ألا يتطلب تحقيقه الدخول في صراع يغامر فيه الأنا والآخر بحياتيهما طالما أن كليهما سيقدم نفسه إلى الآخر كما لو كان غير متشبثا بالحياة رغبة منه في استدراج الآخر إلى التخلي عن مواجهته واللجوء إلى الاعتراف به إنه الصراع إذن فما الذي قادنا إليه؟ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي توقفا عندما راحل تشكل الوعي بالذات كما تبينها لنا جدلية هيجل فحسب هيجل ليس الوعي جوهرا مفكرا متعاليا عن التاريخ أو أنه جوهر مكتمل ونهائي بل الوعي في نظره صيرورة تاريخية وهذه الصيرورة تمر بثلاث لحظات أولها لحظة الوعي المباشر ثم الوعي الذاتي ثم الوعي المطلق لكن هذا التمشي أو هذا التأويل الجدلي يدعونا أساسا إلى أن نتبين كيف يكون أو كيف تكون العلاقة البين ذاتية علاقة صراعا الوعي كما قلنا عند هيجل كيان يتطور أو هو صيرورة تاريخية وينمو ويتجلى في المعيش اليوم باستمرار انطلاقا من الوجود الطبيعي الحيواني للإنسان إلى أن يبلغ أعلى درجات التطور ونعني بذلك مرحلة الوعي المطلق عبر مختلف لحظات الصيرورة التاريخية فحين يكون الإنسان مرتبطا بإشباع رغباته البيولوجية مباشرة من الطبيعة يكون في ذات الوقت مجرد جزء لا يتجزأ منها بحيث أن وعيه بذاته وجود لذاته بسيط للغاية وحتى يتأتى له تجاوز هذا الوضع الأول المعطى عليه أن يخوض صراعا ينتزع به الاعتراف من قبل الآخر أو من قبل الغير فصراع هنا تمليه بطبيعة الحال الحاجة إلى هذا الاعتراف الذي يؤسس لهذه الإنسانية التي يحتاجها كل من الأنا والآخر غير أن هذا الصراع لا يمكن أن يكون صراعا لا متناهيا لا يمكن أن يستمر إلى مال نهاية كما لا يمكن أن ينتهي بموت أحد الطرفين وذلك لسببين على الأقل أولهما أن وراء ظهار المخاطرة بالحياة هناك غريزة حب البقاء والحفاظ على الذات وهذا أمر إنسانيون بطبيعة الحال ثانيهما أن موت أحد الطرفين سيحول دون تحقيق الهدف المنشود من وراء هذا الصراع ألا وهو انتزاع الاعتراف بالأنا من قبل الآخر أو من قبل الغير فالصراع ليس غاية في حد ذاته وليس هو صراعا من أجل الموت وإنما هو صراع من أجل الحياة لكن أية حياة هذه هي الحياة التي يعي فيها الإنسان حقيقة إنسانيته إذن لابد أن ينتهي هذا الصراع بتفضيل أحد الطرفين للحياة على الموت وحينها سيستسلم للآخر ويعترف به وبهذا تنشأ العلاقة الإنسانية الأولى علاقة السيد بالعبد الأول مستقل بذاته موجود من أجلها والثاني تابع للأول وموجود من أجله فهل أن الصراع هو الأفق الوحيد الممكن للعلاقة بين الذوات وللعلاقة بين الشعوب وهل أن قدر الإنسان أن يكون امتيازا لهذا دون ذاك أي هل لنا أن نفكر في علاقة بين ذاتية لا يكون فيها أو لا تكون فيها الحرية امتيازا لطرف على آخر سواء كانت هذه الذات ذات فرد أم كانت ذات شعب لعل هذا ما يدعونا إلى السؤال عما إذا كانت العلاقة بين ذاتية علاقة موضعة وحيت أو أفلا تكون العلاقة بين ذاتية علاقة موضعة وحيت يطالعنا سارتر في كتابه الوجود والعدم بتمثل للحرية يجعل منها أساسا لقيم الإنسانية أو أساسا لإنسانية الإنسان فليست الحرية في نظره بما هي قيمة دال على الإنسان ثمرة لصراع ينتهي بالاعتراف كما زعم هيكل بل أساس كل القيم وهي حقيقة الإنسان الكونية في تصور سارتر ومن ثم لا يكون اللقاء مع الآخر أي الغير مناسبة للصراع وانتزاع الاعتراف بل لتجسيد الحرية بما هي حقيقة الإنسان الكونية حتى وإن استحال اللقاء إلى لحظة للموضعة والتشيؤ وعندما نتحدث عن الموضعة والتشيؤ أو التشيئ والنفي لدى سارتر فهذا يعود بالضرورة أساسا إلى أن جوهرية الحرية كحقيقة كونية تجعل من الأنا والآخر مشروعا يسعى إلى التحقق ومن ثم بالنسبة لسارتر لا يمكن لأي نظام مهما كانت درجة الاستعباد فيه أن تجرد الإنسان من حريته لماذا؟ لأن الحرية كما يرىها سارتر هي جوهر الإنسان أو أن حرية الإنسان بالنسبة إليه هي أساس كل العلاقات الإنسانية الممكنة فالحتمية الطبيعية أو الضرورة الطبيعية هي التي تمنح الإنسان أول شكل من أشكال الوعي بحريته لذلك بالنسبة لسارتر حتى وإن قارننا بين نظام عبودي ونظام رأسمالي فإنه يمكن أن نجد في النظام الرأسمالي درجة من الاستعباد أكثر مما نجده في النظام العبودي وفي الحالتين لا يمكننا أن نتحدث عن نسف أو عن تجريد تام للإنسان من حريته وهذا التأكيد على جوهرية الحرية أو على هذا اللقاء الذي تختريقه أحاسيس أو شاعر الموضعة والنفي يريد سارتر تجربة الخجل كمثال لتوضيح هذا الأمر ففي تحليله لهذه التجربة الناجم مع النظرة الغير يرى سارتر أنه قبل الخجل يتصرف الأنا في تطابق مع ذاته بحرية وتلقائية إنه مركز عالمه الداخلي وما أن يحس الأنا حضور الغير من خلال نظرته حتى تتجمد حريته وعفويته ويبدو عليه التوتر والارتباك والإحساس بالتفاق ثم ينسحب من مركز عالمه إلى همشئه وقد تحول إلى موضوع أو شيء لأنه يحس أن صورته كما يرها الآخر مستقلة عنه في وجودها استقلال صورته الفوتوغرافية تجربة الخجل هذه التي يعرضها علينا سارتر تبرز أمرا أساسيا هو أن الإنسان الخجول أو الذي يشعر بالخجل إنما يعترف بمطابقة وضعه للصورة التي يحملها عنه الغير أو الآخر ومن ثم بالنسبة لسارتر فإن معايشتي أو إن فهمي لخجل الآخر هو في الأساس ينطلق من تجربة الخجل كما أعيشها أنا بالذات لذلك يقول سارتر عندما ينظر إلي الغير فهو يفرض نفسه خارجا عني ليحولني إلى شيء قادرا على تأويل سلوكي وإعطائه معنا قد لا يكون هو المعنى الذي أقصده وبذلك أسقط تحت رحمته وسلطته وتبرز لكم اللوحة في أسفل الشاشة وضع اليدين على الخدين تعبيرا عن هذا الخجل أو عن هذه الحركة الخرقاء التي قام بها الإنسان ولاحظه الغير دون أن يكون له وعي مسبق به فتجربة الخجل كما تبينه وجودية سارتر تكشف أن العلاقة البينذاتية هي علاقة حياد أو موضع أو هي علاقة تشيئية وترجع هذه الطبيعة التشيئية لعلاقة الأنا بالغير إلى أن هذا الأخير هو لا أنا مما يعني السلبة والنفية والانفصال هذا الانفصال الذي تؤكده واقعة الاستقلالية الفعلية لجسمين فهي ليست استقلالية فكرية فقط وإنما هي استقلالية فيزيائية وهكذا لا يمكن للغير أن يتبدى لي كما لا يمكن أن أتبدى للغير إلا كشيء في ذاته سؤالنا هنا فهل أن علاقة الأنا بالغير علاقة بين أشياء أم بين أحياء أو ذوات؟ هنا عندما نتوقف مع سارتر حول مسألة التشيئة تحديدا نتبين أن هناك وضعيات كثيرة قد يجد الإنسان فعلا نفسه أمام الآخر بوصفه شيئا لأداء وظيفة مثلا أو لأداء واجب مهني معين يعني فهل يمكن مثلا لطبيب أو لجراح أن يجري عملية وأن ينجح في إنجازها وهو أساسا يتعامل على أساس التعاطف أو الحميمية مع مريضه أم أنه يمارس ذلك بمهانية أو بحياد موضوعي تفريضه التزامه العلمي والتزامه المهني تحديدا إن نظرة الغير التي حدثنا عنها سارتر من خلال تجربة الخجل في الواقع لا يمكن أن تموضع هذا الغير وتشل فاعليته وتحد من حريته وتقضي على إرادته إلا إذا افترضنا إمكانية انسحاب الأنى داخل طبيعته المفكرة وغضيه الطرف عن كل ما هو إنساني في الآخر يعني أن اصطلاعنا بوظائفنا بطبع الحال لا يلغي بشكل نهائي العلاقات الحميمية أو أشكال التعاطف التي تكون بين الإنسان والإنسان بمعنى آخر صحيح أننا لا يمكن أن نفرح بشكل دائم أو أن نحزن بشكل دائم وإنما حياتنا مراوحة بين الحزن والفرح ولكن هذه المراوحة تفرض فعلا أن تكون العلاقة مع الآخر ليست قائمة على التشيئة وعلى الموضع بشكل دائم أو بشكل مطلق لهذا الافتراض إذا افترضنا أن كل واحد مننا ينسحب داخل طبيعته المفكرة أو أنه كل واحد مننا يقيم علاقة تشيئ بشكل نهائي مع الآخر هذا الافتراض يمثل نتيجة خطيرة أو له نتيجة خطيرة وهي أن كينونة الأنا لا ينبغي أن تتأثر وتنفعل بكينونة الغير كما لو كانت علاقتهما من جنس علاقة سائر الأشياء ببعضها ببعض فهل هذا ما نعيش حقا باستمرار؟ ألا تجمع بيننا مشاعر الفرح والحزن؟ أي أليست بيننا علاقات تعاطف إنسانية بمثل ما قد توجد من علاقات موضعة أو تفرضها بعض الوضعيات التي نعيشها في حياتنا اليومية؟ إذن سؤالنا التالي هو ألا تكون البين ذاتية ليست علاقة صراعا وليست علاقة موضعة وإنما هي علاقة تعاطف وجدانيا عن هذا السؤال يجيبنا ميرلو بونتي أن الاختلاف أو بأن الاختلاف والمغايرة بين الذوات ليس من نمط الاختلاف الطبيعي كذاك القائم بين طاولة وكرسي بل اختلاف إنساني لا يلغي التقاطع ضمن المجال البين ذاتي المشترك لهذا السبب لا يتحدث ميرلو بونتي عن المعرفة بعبارة كونيسونس الفرنسية بل عن الانبثاق المشترك أي عبارة كونيسونس أو الظهور المشترك فأين يتبدأ هذا الانبثاق؟ هذا السؤال في طبيعة الحال هنا يستدرجنا إلى أن نتبين مع ميرلو بونتي أن علاقة الإنسان بالإنسان ليست من قبيل علاقة طاولة بكرسي فإذا كانت الطاولة لا تحزن لغياب الكرسي أو أن الكرسي لا يفرح لحضور الطاولة فنعتقد أن علاقة الأناب الآخر هي من ذات العلاقة المذكورة أو من طبيعتها أصلا فميرلو بونتي يبين لنا أن علاقة التعاطف يمكن أن تبدو جالية من خلال العلاقة التواصلية التي تجمع بين الأنا والآخر أو اللقاء مع الآخر إذ تقيم علاقة التواصل أو عملية التواصل الدليل على إمكانية التعايش وهنا صيغة المشاركة التعايش مع الغير في تقدير ميرلو بونتي لأن العلاقة معه لا تفضي إلى الموضع والنفي إلا إذا قامت على نظرة نافية لإنسانيته بإصرار مسبق أي نظرة تفحص ومراقبة لا نظرة تفهم وتقبل هناك نظرة الأم وهي تتابع مشجعة خطوات ابنها الأولى طبيعي جدا هنا يمكن أن نميز أساسا بين أن تنظر الأم لابنها أو بين أن ينظر إنسان لإنسان آخر دون أن تجمع بينهما مشاعر الأمومة أو الأبوة أو أي مشاعر إنسانية أخرى أي النظر إلى الآخر من خلال علاقة وظيفية كما سلف أن ذكرنا سابقا مع سارتر فأبسط أو إن أبسط تجارب التواصل بعد صمت لا تنقل إلي بعض أفكار الغير أو أصواته فحسب بل وعالمه وعالمه الذي كان يتبدل من قبل متعاليا وغريبا ومنفصلا عن عالمي فما أن تتحرك لحمة اللسان داخل كهف الحنجرة وترتعش الشفاء وتصدر الأصوات حتى يصير لشخص متكلم وجه أعرفه به كوجه ما لكلام أسمعه لماذا نقول مثل هذا الكلام مع مرلوطونتي تحديدا لأن الكلام ليس مجرد فعل ذاتي بل هو امتداد بالذات نحو الآخر وهذا يعني أنه إذا كان شخص متكلم قبل الكلام لا يتجاوز حضوره جغرافية جسده فإنه إذا ما تكلم يصبح حضوره متضخما يملأ آخر نقطة يصل إليها فعل الكلام ونعني بذلك أن فعل الكلام يعطي لموجودية المتكلم أبعادا تتجاوز حضوره الفيزياء الجسدي تحديدا إذن هنا عند هذه اللحظة بالذات نتبين أن الخطاب الفلسفي هو خطاب مفتوح على المجاوزة أو على النقد وعلى المراجعة بالتالي حديثنا عن العلاقة البينذاتية لم يأخذ بطبيعة الحال وجها واحدا يعني من الصراع لدى هيجل إلى الحياد والموضع لدى سارتر إلى التعاطف الوجداني لدى ميرلو بونتي وفي كل هذه الحالات نتبين أن الغير لم يعد موضوعا وإنما الغير أصبح ذاتا في كل هذه الحالات لكن هل يستوفي هذا الانفتاح أو هذا التحول الذي حققه الخطاب الفلسفي الحديث وكذلك المعاصر كل ما نرومه من وراء سؤالنا عن حقيقة الإنسان أو عن العلاقة البينذاتية يبدو أن خطأ النظريات الفلسفية قديمها وحديثها يكمن في كونها اختزلت الغير تارة إلى موضوع وتارة إلى ذات والحال أن علاقة الأنا بالآخر أو الأنا بالغير علاقة جد معقدة يتخللها النفسي والاجتماعي الفردي والجماعي الوجداني والعقلي الاقتصادي والسياسي يعني ذلك أن العلاقة البينذاتية ليست علاقة جافة أو علاقة أحادية ذات اتجاه واحد وتتنزل أو توجد في معزل وإنما تقيم في عالم معقد من العلاقات لذلك قد يحسن بنا أن نعدل عن النظر إلى الآخر أو إلى الغير بوصفه موضوعا أو بوصفه ذاتا إلى النظر إليه بوصفه بنية بتعبير جيل دولوز فليس الغير مجرد فرد مشخص بعينه بل الغير بنية أو استريكتور بالمعنى الفرنسي على حد تعبير جيل دولوز بنية أي نسق منظم من العلاقات والتفاعلات فيما بين الأشخاص أو الأفراد كأغيار وبهذا المعنى ليس موضوعا أو ليس الغير موضوعا نعتذر على هذا النقص ليس الغير وهو بهذا المعنى ليس موضوعا إذن الغير في حقل إدراكي الحسي ولذاتا تدركني إدراكا حسيا إنه أولا بنية الحقل الإدراكي ولولاها لما أمكن لهذا الحقل أن يشتغل كما يشتغل بالفعل هذه نقطة تستدعي ربما توضيحا حتى نتبين ما معنى أن يكون الغير بنية الحقل الإدراكي مع ميرلوبونت مع جيل دولازيو نتبين أن الإدراك ليس فعلا مباشرا أو ليس فعلا أحاديا بين الذات والأشياء ففي نظره الأشياء لا توجد حين أدركها وتغيب بعد أن أتوقف عن إدراكها بل إنها توجد حين أدركها وإذا لم أكن أدركها فإنها توجد مدركة من قبل أغيار أو من قبل الغير الذي يدركها من زوايا أخرى تغيب عني ويدركها على نحو قد لا أدركه أنا فالغير بالنسبة لنا كبنية إدراكية وجوده يجعل الإدراك فعليا وغيابه يجعل هذا الإدراك ممكنا بمعنى آخر أنني أنا والآخر نشكل بنية إدراكية أو أننا نشكل عالما بين ذاتيا لا نكون فيه مجرد موضوعات أو مجرد ذوات وإنما نقول بنا بهذا المعنى بما في ذلك من دلالة للبنية من علاقات معقدة ومتداخلة فإذا كان الغير في مطلق الدلالة هو الأنا الذي ليس أنا فهل يستوفي الحاضر كل أوجه القول في العلاقة البين ذاتية أليس للماضي من الجاذبية ما يجعلنا نستحضره بتقوصية تحملنا على تجريم الحاضر سؤالنا هذا يدعو إليه في الواقع ما نلاحظه في قراءاتنا الفلسفية السابقة يعني مع القدامى والمحدثين من أن طرح مشكلة العلاقة البين ذاتية كان على خط المكان أو على مستوى بعد المكان في حين أن ما يجمعنا بالغير هو أيضا الزمان حاضرا ومستقبلا أي ألا يمكننا أن نتناول العلاقة البين ذاتية علاقة الإنية بالغيرية في مستوى هذا الانسياب الزمني أو هذه الديمومة التي تصل الماضية بالمستقبل ويكون الحاضر مجرد حلقة وصل أو حاضر مشدود من ناحية إلى الماضي ومن ناحية أخرى إلى المستقبل ثم أي رهان يسم حضورنا في الحاضر أليس هو استقبال المستقبل ألسنا في النهاية بين غيريتين الأولى ماضية لم تمضي والثانية مقبلة لم تقبل إذن هنا عندما نتحدث عن هاتين الغيريتين أي أن ما أسميه الأنا الحاضر هذا الأنا هو في الأساس أنا مشدود بالذاكرة إلى ماض ومشدود بالخيال أساسا إلى مستقبل قد يكون مستقبل مرغوب فيه وقد يكون هذا المستقبل موضوع حذر أو خشية أو خوف فبأي معنى تمثل الانية إقبالا على الغيرية هذا السؤال يدعون بطبيعة الحال إلى القول أنه إذا كان الحاضر يجعل الغير يشارك الإنبثاق فإن الماضي يجعل ذاكرة مجالا لحضوره فهو طفل في صورة تذكارية أحتفظ بها في ألبوم صور شخصي أو حادثة طريفة ترويها الأم أنا الآن مختلف أنا آخر فالزمن يحفر الغيرية في الإنية ويعمقها إلى حد يغض معه الأنا والغير متحايثين نفسيا واجتماعيا وثقافيا ثم لما كان الحاضر لا يحضر فإن تعيين وضع يكون فيه الأنا أنا يبدو مستحيلا ليس أنا الحاضر إذن أكثر من وثاق يشد غيريتين الأولى لم تمضي والثانية لم تقبل عندما نتحدث عن هذه اللحظة الحاضرة التي نمثلها كلحظة مشدودة إلى ماض لم يمضي بل حاضر في ذاكرتنا وإلى مستقبل لم يقبل بل هو مستقبل منتظر هذه الأنا تبدو أنا هشة وليس لها قوام واضح بل تبدو أنا تعبر عن الماضي بقدر تعبيرها عن المستقبل فهي لا تكون حاضرة إلا وهي مضت أو لا تكون حاضرة إلا وهي تنتظر لحظة مقبلة لذلك يصبح مشكل الغيرية داخل العلاقة مع الغير أكثر صعوبة ونتبين الغيرية أكثر بين الآباء والأبناء فأزمة المراهقة مثلا تجعل من كان سابقا في حظن العائلة لا يقبل عليها مجددا إلا بالتقابل والاختلاف إنه يطلع بغيريته فمن جيلا لآخر تتعمق الهوة فنحن نشعر بشدة اختلافنا عن أجدادنا وأكثر اختلافا عن الجيل السابق لهم تشاهدون في الصورة في أسفل الشاشة حفيدا وجدا فالجد ينظر إلى الحفيد وهو صورة لماض كان قد عاشها كما أن هذا الحفيد ينظر إلى جده في صورة لمستقبل سيقوله وذاته إليه فالعلاقة بين اللحظتين بين الحاضر والمستقبل هي علاقة في الأساس تؤكد أن هذا الإنسياب الزمني الذي نعيشه أو أن هذا النمو الذي نشهده من مرحلة إلى أخرى هو الذي ينتزعنا مرة بعد أخرى من وضع إلى آخر فيكفي أن يبدأ الطفل بالحب أو بالمشي على أرجله حتى تنتزعه تلك الأرجل من حظن الأم أو بمعنى آخر عندما يستقيم أكثر ويصبح قادرا على تحمل بعض مسؤولية أداء وظائفه الشخصية فإنه يستقل أكثر عن هذه الرعاية الأبوية أو رعاية الأمومة وكذا الأمر بالنسبة لحضورنا في كل مراحل أساسا الحياة في علاقتنا بالأسرة أو في علاقتنا بأية مؤسسة أخرى من مؤسسات المجتمع فالزمن يحفر الغيرية إلى حد يغدو معه الأنا آخر فعندما أنظر في الماضي أجد نفسي آخر بالنظر إلى اليوم لم أعد ذلك الطفل أنا الآن غير أنا آخر من كان في الماضي صديقا قريبا تغير بفعل الزمن لقد أصبح أيضا